موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة من المرامب والتي سنتحدث فيها عن سعيد شنغريحة الذي تجاوز حدود مهمته كمسؤول عملياته وصار لا يعترف بعبد المجيد تبون كوزير للدفاع النظام الجزائري يتصرف بطريقة عجيبة وغريبة حيث صرنا لا نميز بين مسؤول عمليات في الجيش ومسؤول إداري فيها وبين واحد استخبارات وواحد تعدبابات وما صرنا نميز ما بين وزير للدفاع ورئيس للأركان وأحياناً نتسائل من هو وزير الدفاع الفعلي من هو الذي يسير وزارة الدفاع هل هو سعيد شنغريحة؟ هل هو الجنرال بنبيشة؟ هل هو عبد المجيد تبون؟ الذي دائماً يقولون رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلح ووزير الدفاع الوطني هكذا على مستوى الشعار لكن على مستوى الممارسة يوجد ما ينسف هذا الأمر وهو خطير للغاية حيث من المفروض آلياً عندما يكون الرئيس هو وزير الدفاع يكون عنده مكتب في رئاسة الجمهورية كرئيس وعنده مكتب في وزارة الدفاع يعني يتردد على مكتبه في وزارة الدفاع كوزير الدفاع بصفة عادياً لا يحتاج أنك تضرب له الزرنة ولا يحتاج تقراله النشيد الوطني ولا يحتاج تفرش له السجاد الأحمر هذا يحدث أول مرة عندما يتم انتخاب رئيس ويقوم بزيارة أولى لوزارة الدفاع بصفة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع في هذه الحالة تقدم له إجراءات كأول مرة ويوقع على السجل الذهبي وبعد ذلك يصير يمشي بصفة عادية لأنه مكتبه هناك وراكم تشاهدوا الصورة هذه في مكتب تبون في وزارة الدفاع لكن في الجزائر يحدث العكس كم من زيارة يعزف له النشيد يفرشونه السجاد الأحمر ويوقع على السجل الذهبي ويقولوا راه رئيس الجمهورية قام بزيارة إلى وزارة الدفاع خلنا نشوف هذا التقرير الذي أعده التلفزيون الجزائري وطبعا بناء على بيان لوزارة الدفاع اسمعوا بداية قام اليوم سيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني حيث كان في استقباله سيد الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المزيد مع أحمد أمين دريدي إذن شفت رئيس جمهورية ووزير الدفاع وقائد الأعلى القوات المسلحة يمشي لوزارة الدفاع مناسبة عادية ما كان مناسبة خاصة يعزف له النشيد وكذا وشفت كيف يستقبل بسفة رسمية معناها عاملوه كغريب ما هوش وزير دفاع رئيس جمهورية لما يمشي إلى أي وزارة في زيارة هكذا مفاجئة أو في أي زيارة حتى تكون مبرمجة تقدم له بروتوكولات معينة في الاستقبالات لكن لما يمشي إلى وزارة هو وزير دفاعها ما يحتاج إلى هذا الشيء مثلا على مستوى القوات يجي مثلا قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم يروح في زيارة إلى المدرسة العلية للدفاع الجوي عن الإقليم برغاية يقدم له كل البروتوكول الخاصة بمثل هذه الزيارات رغم أنها تابعة لي لكن ما عندوش مكتب هنا لكن عندما يروح الصباح ويرجع إلى قيادة الدفاع الجوي على الإقليم ما يعزفولوش النشيد الوطني يدخل ديركت يروح المكتب هذا هو المعمول به لو أنه تبور راح القيادة الأركان وحيث أنه هناك مكتب سعيد شنجريحة هنا لما يعزف له النشيد وفرش له السجاد الأحمر الطبيعي لأن وزير الدفاع مكتبه في مقر وزارة الدفاع وراح إلى قيادة الأركان اللي هي تابعة لي أو أنه راح لناحية العسكرية الأولى ولا الثانية ولا أي شيء طبيعي جداً أن تقدم له بروتوكولات خاصة بمثل هذه الزيارات ولكن رئيس جمهورية يظل يروح إلى مكتبه كل مرة يدير له هذه الطريقة معناها الرمش معترفين بيه الغريب أن وزارة الدفاع واش قالت في بيانها وراكم تشاهدوا فيه في الصورة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في زيارة لمقر وزارة الدفاع الوطني وزيد عاوده قام السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني هذا اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني هذا البيان اللول ثم بعد ذلك زادوا بيان آخر بعد عدة ساعات حوالي ثلاثة أو أربع ساعات نفس البيان عودوه مع الصور ولكن عودو لم يغراجعوا هذه المسألة مسألة الزيارة لو كان مثلا كما قلت لكم في اللولة هذه أول مرة يقوم بها مثل ما داروها له أول مرة كما قام بعد ما تم تنصيبه قام به زيارة إلى وزارة الدفاع عادي جدا تقوم له هذه البروتوكولات لكن من يستقبله؟ يستقبله الأمين العام لوزارة الدفاع وليس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي راه سعيد شنجريحة ما عندوش الحق يستقبله من المفروض اللي يستقبله هو الجنيرال بن بيشا هو اللي يمشي معاه ومن بين الحاضرين يكون سعيد شنجريحة لكن يحدث العكس يعني هبل هذا ولا وش هو هذا من جهة من جهة كيفاش رئيس وهو وزير دفاع يروح المقر الوزارة اللي عندو فيها مكتب تسموها زيارة لم يحدث هذه يعني من مفروض ما تحتاجش أصل تعلن على هذه فقط حبين حبين في هذه المرحلة أنا نقول هلكم شيء سعيد شنجريحة يمر بوضع سيء في المؤسسة العسكرية عندو خلافات وكل ما تكون عندو تتصاعد هذه الخلافات والصراعات مع الشيء اللي يقوم به لأنه يحولها للمؤسسة العسكرية إلى مؤسسة انتقامية ره انتقم من الضباط والجنود والعسكر وما خلى حتى واحد ما خلى حتى واحد جنرالات أهانهم عقداء خرجهم نعهم من الصفر ينتقم حتى واحد عندو معاه مرة في المدة عندها سنين طويلة صرات له سوء تفاهم معاه صفاهم معاه لما ولا رئيس الأركان نعم هذا هو طبيعته الناس اللي يعرفوا عن قرب أنه انتقامي لما يتمكن ينتقم من الآخرين اللي كان عندو منهم أحسابات هذا معروف بها يعني حابين يظهر باللي رأي علاقته جيدة ويبتسموا ويشوفوا في الصور أمانكم وشفتوا هذا التلفزيون اللي عرضناه وكذا وكذا وجايبونه أولاد وسمعتوا وش يقولونه هذم أولاد قيادات عسكرية أنا الجزائر بلد الأبطال والعظماء بلد المسلمين الصناديد بلد عرف أبناؤه بقوته منذ غاضر الأجمال فاسألوا التاريخ عني معلومات وصلتني بأنهم أبناء مسؤولين كبارة ولاد جنيرالات ما جابوش أولاد الشعب عادي ولا ولاد كبران ولا ولاد جندي ولا سرجان ولا لا جابوا أولاد جنيرالات يعني حتى الأولاد اللي يظهروا يظهروا أولاد جنيرالات أولادهم باش يظهروهم في الصورة ويخلوهم يهضروا ويبثوا كلامهم ما يعني حتى أولادنا يستقبلوك وهذم الأولاد هم اللي رايح يخلفوا هذم الجنيرالات ويجي نهاروا إذا بقينا حيين رايح نتذكره المهم يعني أولا أنه رئيس جمهورية وزير دفاع لما يروح الوزارة رهي ما هيش زيارة أمر آخر رهي مديره اجتماع مفاجئ يسموه اجتماع أمني هاي تقول لك خلال هذه الزيارة ترأس السيد الرئيس الجمهورية اجتماع العمل الدوري الذي حضره كل من السيد الفريق أول وكذا 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 ثم هذا الاجتماع استمع السيد الرئيس إلى عرض شامل حول الوضع الأمني مش الوضع العسكري الوضع الأمني من المفروض يكونوا حاضرين هنا مدير الأمن الداخلي مدير الأمن الخارجي هذو مهم اللي يكونوا من المفروض حاضرين ما حاضروش تعال أجهزة الأمنية مش ينقرح راهوا بسط نفوذه يعني مسؤول عملياتي يتكلم على قضايا تخص الأمن ممكن حتى أمور تخص الوضع الاجتماعي الوضع السياسي والوضع كل شيء شنقرح يعرف كل شيء رغم أنه اختصاصه تعق قوات برية ما يعرفش في الأمن حتى شيء ولا في الاستخبارات ولا يفهم فيها شيء تربى في الوحدات القتالية ورهوا مسؤول عملياتي المهم يعني حقيقة أنه هذا الحدث هل شنقرح ما يعرفش بتبون كوزير الدفاع ولا داري لوتيتر فقط وهي الحقيقة هذا داري لوتيتر فقط راك وزير الدفاع وهذا اسم فقط ولكن على مستوى الممارسة كل شي يديروهما الشنقرحة والجماعته هما اللي ينصبوا فلان ويديروا فلان فقط باسم الرئيس وهو يختم ولا يدري شيئا أصلا أصلا هو ما عندوش حتى علاقات في المؤسسة العسكرية كانت علاقاته مع آل بوتفليقة وهذا اللي كانوا يحموا فيه وبعد ذلك قربوه جماعت بوتفليقة من قيد صالح خلاص هذا كل ما كانتش عندهم حتى علاقة معه حتى المعلومات اللي عندي تقول في بعض العقيلة جنرال أو مسؤولين هكذا كان اقترحهم في بعض المناصب ورفضهم له سعيد شنقريح عنده حسابات معه يعني ما الذي يحدث في هذه البلاد اجتماع أمني عرض الشامل وشرت دوق الاحترافية تتبون قالهم ضرورة الاحترافية وتكلمهم عن الاحترافية هاو من علامات عدم الاحترافية أنه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يجي هو يسبق وزير الدفاع ويستقبل ويسميها زيارة من المفروض اليوم عنده اجتماع في وزارة الدفاع يروح بسيارة وبحراسة ويدخل وزارة الدفاع يجتمعوا ممكن يبثوا خبر على حول الاجتماع ولكن يدير لك هذا المهرجان كل ويفوته لك بهذه الطريقة يوحي بأنه هناك تخبط كبير تخبط كبير العسكر حابين يقولوا نحن من نحكم هذا مجرد واجهة مدنية ورهم يأكدوا فيها وما بقولهم يقولوا هاش لكن افعالهم تقول وفي كل مرة تحدث الزيارة هذه يحدث ما يوحي على ان الدولة عسكرية وانه تبون عالق في نظام عسكري كما قالها ماكرو جاكم ماكرو اجتمعتوا تبون سيفيل في وسط العسكر تبون يسافر الوهرا يودعوا سعيد شنقريحة واستلموا انا ذاك قائد الناحية العسكرية الثانية يزيد يجي خرجته كل معاهدي سعيد شنقريحة وش هي احنا في حالة حرب الجزائر راهي في وضع حالة حرب الجزائر لا ماهيش في وضع حالة حرب انتم فقط حابين تصوروا هكما هكذا لأسباب داخلية راهكم تفتعلوا وتصطنعوا وتخلقوا في أزمات إقليمية فقط وهي المشكلة الحقيقية كلها في علاقة الشعب بالسلطة وتدخل العسكر في المشهد السياسي وفي القرار السياسي هنا المشكلة اذا اخواني الكرام كما شاهدتم انه هذه بعض الملاحظات العابرة على هذا الاجتماع اللي ما كان مبرمج ولا اي شيء من هذا القبيل فجأة تبون يروح ثم ويعتبرها زيارة وشنقريحة تشوفوا هو سيد وزارة الدفاع لا انت المسؤول في خيادة الاركان مسؤول عملياتي كي جيك الرئيس ثم انت اللي تستقبله لو جيكه معه بن بيشة انت اللي تستقبله في وزارة الدفاع يستقبله الامين العام لانه الامين العام راه هو مسؤول الجانب الاداري والاخر العمليات وفيهما في نفس المستوى اني في نفس المستوى ولكن شنقريحة راكب على الكل ولا مرسوم لو انه تبون دير له مثلا نائب وزير الدفاع اعطاه منصب اخر نقولوا اه هنا في هذه الحالة من حقه يستقبله لكن ما اعطاه حتى منصب هو رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي رقى نفسه في ظرف قياسي فريق فريق اول في ظرف قياسي يرقى في نفسه وما خلاش خرين يقتربوا منه حتى في الرتبة لو لم يكن علي بن علي طلع قبله لا لنحلوا حتى الرتبة ورح يجي نهاره يبعثوها للتقاعد راهم كانوا رح يبعثوه كيسرات شوشرة اعلامية قال لكن طفوا الظو باش نظهروا الناس اللي يتكلموا على هذا الامر انهم ما عندهم مش معلوبات ولكن اجزم لكم لانه الراجل راه هو في وضع لا يحسد عليه واحد كبير احفاده رهم ضباط احفاده ضباط وما زال يتبع في الرئيس وتحيله هكذا ويمشي وراه ويشوف يروح يربح قدرك شوية كمل عمرك مع اولادك وانت في بيتك ومكرامتك مش لهذا الحد يعني التشبث بالسلطة لهذه الدرجة مهم انه ما حدث في وزارة الدفاع يوحي بانه سعيد شنجريحة يقول التابون انت مجرد واجهة مدنية على مستوى الدولة او على مستوى النظام وانت ايضا حتى اسم فقط ترك وزير الدفاع كي تجي لوزارة الدفاع تجيب مراسيم رسمية ويعزف لك النشيد ويست تتوقع في السجل الذهبي غريبة يعني توقع في السجل الذهبي انت وزارة انت عندك فيها مكتب لو راح القيادة الاركان او ناحية من النواحي العسكرية ودير هذا الشيء هذا امر طبيعي جدا لكن يروح لوزارة الدفاع اللي عنده فيها مكتب كوزير الدفاع ويدير لهذا المهرجان بهذه الطريقة اعتقد بانه الامور صارت مفضوحة ومكشوفة الى ابعد الحدود داء والله قلوبنا على هذه المؤسسة اللي هي مهمة لديها اهميتها مثل كل المؤسسات الاخرى كل مؤسسة في البلد عندها قيمتها وقدرها في الاختصاص الذي هو فيه لا توجد مؤسسة تعتقر على الاخرى ولكن بسبب نفوذ هذه الجنرالات حابين دائما يوروا ان الدولة الجزائرية مختزلة في العسكر ان هذا الجيش سليل جيش التحرير وهذا كله فقط لان الجزائر دولة صنعها الجيش حقيقة الجزائر في فترة الاستعمار كانت من قبل راهي تحت سلطة العثمانيين جاءوا الفرنسيس الدوها بعد ذلك خرج جيش التحرير قاوم فرنسا هو اللي اسس الدولة ومش معناها تأسس الدولة تملكها في كل الدول الحركات التحرورية بجناحة السياسية والعسكري تقاوم عندما تستقل البلاد اخلاص الجيش يتأسس وتكون عنده مهام اخرى ولكن الجناح السياسي في الحركة التحرورية هو اللي يبني الدولة ولكن للأسف الأمور ماشية عكس ذلك والآن راي كل هذه المدة العسكر يشوفوا الدولة ملكهم معناها الجمهورية الجزائرية راي هي الجيش وداخلوا شيء اسمه الجزائر وليس العكس وهذا مما يخلي هؤلاء الجنرالات وبينهم الكثير من الغارقين في الفساد يهيمنوا على كل مؤسسات الدولة وبطريقة للأسف مكشوفة ومفضوحة ولا تذر إلا بصمعة البلاد وتعطي صورة أيضا بائسة عن الدولة وهذه الصورة البائسة تؤثر على الاقتصاد وتؤثر على كل المجالات تبون إذا كنت أنت رئيس الجمهورية والقائد الأعلى قوات المسلحة وزير الدفاع ما تحتاج إلى هذه الهالة كلها باش تروح إلى مكتبك ما تحتاج ما عليش روح لجهات أخرى ودينو لك هذه الزرنة وهذا التبندير والتطبيق ولكن أنك تذهب إلى منصبك كوزير للدفاع والوزارة اللي يتواجد فيها مكتبك تصير زيارة في نظر وزارة الدفاع وعلى صفحة وزارة الدفاع أعتقد بأنها مسخرة حقيقية وزير الدفاع يقوم بزيارة عندما يزور الوحدات يزور القوات يزور الإدارات لكن حيث ما يتواجد مكتبه كوزير للدفاع هذه ليست زيارة هذا طريق عمل هذه مشالها كموظف لا يحتاج إلى أنه تصفها بزيارة وتقوم له ببروتوكولات كأنه غريب على هذه الوزارة وتودع ببروتوكولات كأنه لن يعود وأيضا يوقع على السجل الذهبي أعتقد بأن هذه مسخرة لا تسيء إلا للبلاد في ظل عالم يعني يحتاج ويراقب كل هذه البروتوكولات ليحكم على الدولة في كل المجالات الاستثمارات وغيرها راجعوا أوراقكم وكفاكم عبثا بصورة الجيش فالدولة التي لا يكون كل واحد في مكانه وكل واحد في مهامه وفق ما يخوله له القانون راح الداب يركب مولا وما دام الرؤساء السابق كل رحلوا في ظروف غير عادية بن بلا الحكومة المؤقتة تم الإنقلاب عليها بن يوسف بن خد انقلبوا عليه بن بلا انقلبوا عليه هوري بومد ينقتلوه الشادلين قلبوا عليه بوظياف جبعد قتلوه بعد ذلك جاء بوتفلي زروال أقلوه بطريقة مقننة وانقلبوا عليه بطريقة مقننة عبر مسار انتخاب ثم بعد ذلك جابوا تفليقة هكشفت كيفاش خرجوه من المشهد وها هو تببون ولا أعتقد أن تببون رايح يكون الاستثناء ربما لا أستبعن أن تكون يعني أو يكون أسوأ رحيل لرئيس في تاريخ الجزائر إن بقي هؤلاء ما يعني محيطين به لأن هؤلاء الجنرالات أسوأ بكثير في ممن سبقوهم لأنهم يحملون نزعة انتقامية ويصفون حساباتهم وبطريقة سيئة جدا وقذرة في أغلب الأحيان واذكروا كلالا جيدا أكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المرامب إلى ذلكم الحين ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالميديو والاشتراك في البناء تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر